موسيقى بسم الله السلام عليكم اليوم سوف نرى كيفية هذه البلافونية بعد ما تشتسات فهذه الجنب سوف يرغلهم بشكل جيد إذن هذه البلافونية تستعد الكثير من الناس في حالة إذا أريد أن يفتحها لغير المصباح لأنها تكون راشية والسبب هو الماء الذي يدخل من هنا مجهة أو مجهة الباربريز إذن إذا غيرنا نهار الباربريز أو ركبنا الباربريز رضبنا مع الكولاكس ستكون شدة مزيان لكي لا يدخل لنا الماء إذن كيف قلت الناس يريدون أن يشتري هذا البلافوني يمكنهم أن يجدون أن يجدونه بشكل خيالي فأنا اركبت هذا الزر هذا لأنه كيف قلت تشهرست هذا البلافوني وما يبقى فيها فأولو الداخل يعني بقت غير هذا الواجهة يعني هذا الجاجة الفوقانية وهي في الحقيقة بلسطيكة ماشي جاجة إذن ركبت في هذه البطنة وقدرت واحد طرف من بانضة ديال ليد طرف كبير شوية كي يخدم مع هذا الزر هذا كي نشعله في حالة إذا بغيت نقرأ شي حاجة أو نجبت شي وراء كله يعني كتعطينا واحد الإنارة اللي مزيانة ماشي ضعيفة وفي نفس الوقت ماشي كتعميني وإذا بغيت ندير كذلك واحد المصباح صغير آخر في حالة إذا كان شي باب ممتدودش مزيان كتعلمني كي تحل باب كي يشعل ذاك المصباح إذا أنا في حالة ندير مصباح واحد كي تحكموا في ذاك جوج خيوط واحد ديال إذا بغيت نشعل أنا وواحد ديال الباب درت أنا مصباح كبير نشعله إذا بغيت ودرت مصباح صغير تنحل الباب أو إذا كان الباب ما فتدوش كي يعلمني بأنه ما فتدوش بدك المصباح الصغير باش نميز بيناتهم هذا يشهد مني باتي تدري مصباح واحد أراد تديره إذا كيف قلت هذا الضوء هذا كافيني فإذا بغيت ندير ضوء ساطع أكتر نقدر ندير طرف كبير من البانضة أو ناخد واحد ضوء الليد يكون ساطع أكتر وبلون فاتح أكتر إذا كيف كتشوفوا سنحل الباب سيشعل يدك طرف صغير من البانضة لكي يعطي واحد ضوء خافيس وكيف كتشوفوا ركي يعطي واحد الجمالية للسيارة وأنا قلت بالزرق لكي يأتي مواتي مع الألوان اللي عندي داخل السيارة إذا كيف كتشوفوا هذا الضوء الصغير من البانضة وهي الليد وشوفوا الإنارة اللي عاطي أما إذا بغيت نقرأ شي حاجة أو نحسب فلوس أو أي حاجة ركي نبرك على هذا الزر وكنشعل البانضة الكبيرة وكيف قلت إذا بغيت ضوء أكثر لنأخذ واحد اللون اللي يميل البيض أو نأخذ طرف كبير من البانضة أو ندير جوج طرف هامل البانضة سيضعوني ضوء أكثر وبالنسبة للناس الذين لديهم البلافوني لا تشعلوا وكيف تساءلوا على الماكن وكيف تشاهدنا في الفيديو السابق ديال البيزيبلات سنحلوا الغلاقة البواطع ونشوفوا الرمز البلافوني اللي هو هذا على الليسر الرقم ثمانية وعشرين وكمشي والبيزيبل المقابل لي وكان غيره وبهذا كتخدم عندنا ديك البلافوني إذا كان المشكل في البيزيبل محروق فقط أما بالنسبة للناس اللي عندهم الضوء ضعيف وعندهم كل شيء مزيان فرأتي يكتفيوا غير بتغيير المصباح بواحد تشبه له يعني عنده نفس القياس نفس القطبين لكن تختلفوا كيف يفعلنا فالجودات الإنارة فالليد يكون عنده واحد ضوء مجهد وفي نفس الوقت لا يستهلك ضوء كثيرا وهذا الكلام هذا تنطبق على جميع أضواء السيارة كيف رأينا في الفيديو السابق فاش تكلمنا على أضواء الليد وقلنا أنه ماشي غير الأضواء ديال الطريق المهمة إنما جميع الأضواء سواء أضواء الوضع اللي يبينو السيارة فاش يكون متوقفة فشي بلاصة أو الأضواء الداخلية اللي تخلينا نشوف سواء أشنكين داخل السيارة أو بواطاقون أو في الكوفر أو مناطق أخرى إذن نختار أضواء جيدة ومتناسقة باش يزيدنا جمالية للسيارة وكذلك ينفعونا في السياقة بالليل كُمن اشتركوا في القناة